تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين التونسيون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف وعدد من الجهات تحيي هذه الذكرى بسهارات للأنشيد وذكر السيرة النبوية مهرجان الزيتونة بالمهدية عروض تنشطية وفولكلورية وتأكيد على دور الزيتون الهام اقتصادياً وثقافياً الدورة الرابعة للمهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدنين عنوين متعددة لأشريطة سينمائية تحاكي الواقع نبدأ والنشر اليوم بالحدث الاستثنائي الذي يأخذنا مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو أين دارت منذ قليل قرعة نهائية كأس العالم لكرة القدم ثمانية عشر والفين والتي شدت أنظار عشاق كرة القدم عبر العالم وقد وضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة التي تضم منتخب النصور إلى جانب كل من منتخبات انجلترا وبلجيكا وباناما تحتفل تونس اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف وهو من المناسبات الدينية التي تحتفي بها الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم وبهذه المناسبة تتقدم أساسة التلفزة التونسية بحر التهني لكافة مشاهديها داخل أرض الوطن وخارجها وإلى التونسين جميعا والأمة العربية والإسلامية فكل عام وأنتم بخير وباختلاف العادات والتقاليد تختلف طرق الاحتفال بهذه المناسبة من جهتين إلى أخرى لكنها تشترك أيضا في الطابع الروحي لهذه المناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عادة تأب عليها التونسيون وميزوها بتقاليد مختلفة في أجواء دينية خالصة ففي ولاية القيروان مركز الاحتفالات بهذه الذكرى تعالت أصوات المدائح والأذكار وسط حضور عدد كبير من الزائرين من تونس وخارجها مناسبة رفقها نشاط في الحركة التجارية مقام الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري شهد حفلا دينيا تضمن سردا للقصة المولدية تخللته وصلاة من المدائح والأذكار لسلامية جبس أجواء رفقها نزول كمية من الأمطار لم تمنع المواطنين من مواكبة هذه الاحتفالات ما تميزت به جابس منذ القدم أنها تحتفي بمولدية خير الأنام خير احتفال لنظر لعسقنا في حبيبينا محمد ولوجود الصحابي الجليل بجوارنا وهو الصحابي الجليل كان من الصحابة رسول الله المقربين له حمل الشموع والفواني سعدت تعود إلى عشرات السنين لا يزال أهالي الجريد يتوارثونها في ذكرى المولد النبوي الشريف مع إقامة جولة عبر أنهج وأزقة المنطقة تنتهي بسيارة المقابر كما تحتفل جهة الجريد بهذه الذكرى بالزاوية القادرية التي تصبح وجهة عديد الزوار لا يجب أن يتابعوا ورجالهم يتقصوا يدوروا معهم في البلاد يخشوا يقصوا في الجامع يدوروا في البلاد ويهزوا الفواني أدمر القاسية القرآن العظيم المذاكرات الطيبة الزاوية القاسمية للشيخ سيدين بالقاسم بالخير يا أبيدي كيف كيف الكل ذكر شمائل سيديني بي صلى الله عليه وسلم استقبل طلبة جدد لتعلم علوم الفقه والقرآن هو ما ميز هذه الذكرى في فرع جامع الزيتونة بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين احتفالات لم يغب عنها سرد للسيرة النبوية والمدائح والأفكار عطل العيد كما هي فهمت أهالي فريانة كلها فهمت أهالي فريانة يجيبوا الأكل يجيبوا بصعة على الكسي ويجيبوا كذا ونختم المولد وهذه النوامية في امتلا من وقت الشيخ سيديني حمكيلي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة وأن اختلفت تفاصيل أحيائها فإن رسالتها واحدة وهي المحافظة على إحياء ذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم محملين بالورود والهدايا وبنفس المناسبة خير أطفال المدرسة الابتدائي الفوز برديف مشاركة أجواء الاحتفالات في دار المسنين بقفصة في بادرة تحمل أجمل المعاني الإنسانية ضمن أجواء عائلية متميزة فرحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خير تلاميذ والإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية الفوز برديف مشاركتها مع المقيمين بدار المسنين بقفصة محملين بالزهور والهدايا والأمان الجميلة وحبينا من خلال اليوم بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أن نعودوا النشأة نتاعنا ونعودوا صغارنا ونعودوا تلامذتنا على محبة الناس وعلى التعامل الإيجابي مع الغير وإن شاء الله تنسج كل الناشئة والأطفال الصغار على هذا المنوان وهم رهوا أبائنا وأمهاتنا ثانية وجبناهم الورد والكا والهدايا وعسي تسجوغو حبينا نزوروا أبائنا وأمهاتنا بدار المسنين في قفصة مش نقنسوهم في وحدتهم ونرفها لهم ونقولوا لهم لنا الكل أبنائكم هي من السنن الحميدة التي دأبت مدرسة الفوز برديف على تنظيمها سنويا وما تحمله من معانيا سنية عميقة تنطلق من براع ما آمنت بعمق الروابط الأسرية الجميلة أضفت على دار المسنين بقفصة أجواء عائلية وعاموا أنتم بخير والأمة العربية بخير والله عايشين لباسة حتى من المسؤولين بهيل معانا الحق كلهم قايمين فينا أكلت العصيدة والله كل خير موجود لا بس علينا والحمد لله جو عائلة حاولنا معاناها باش نوفره للمسنين الجو اللي عايشاته الأسرة التونسية بمناسبة المولد اللي هو معانا مناسبة هام عند التونسة أنشطة أخرى سعدار المسنين بقفصة إلى توفيرها لفائدة المقيمين فيها من خلال تشريكهم فيما هو متاح من أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية داخل مدينة قفصة وخارجها ساهمت في إدماج المسن داخل محيطه وعززت دوره ومكانته اقتصاديا مائة وخمسة وعشرون مشروعا فلاحيا مصرح بها في ولاية سوسة للسنة الحالية بقيمة استثمارات بلغت ثلاثين مليون دينار مقابل خمسة وسبعين مشروعا في سنة الفارطة. كاميرا الأخبار استطلعت طبيعة عدد من هذه المشاريع فتح غريب هو من بين المنتفعين بمنح من وكالة النهوذ بالاستثمارات الفلاحية بالجهة مكانته من تطوير مشروعه والترفيع في طاقة الانتاج التي وصلت إلى أربعين بالمئة بعد ثمانية سنوات تقريب من العمل الاستثمارات نهزت لـ 12 مليون دينار كانت الدعم من وكالة النهوذ بالاستثمارات الفلاحية في حدود 388-400 مليون دينار تقريبا التي كانت اليد الفاعلة والحق السبب الرئيسي من كروشي في بعث هذا المشروع منذ البداية أما محمد بن جيمة هو صاحب ضيعة فلاحية تمسح 14 هكتارا غرسها زيتين وأشجار مثمرة إلى جانب الزراعات السقوية مساحة الجملية هي ما يقارب منها 14 هكتار ونصف تبقى فما 8 هكتار ونصف هي منها مساحة منها سقوية بالنسبة للمشروع حاليا منها التكلفة قاعدة ما يقارب منها 170 مليون دينار تبقى المصادق عليه من ترف ما يقارب 112 مليون دينار الإعانة كانت منها بعد موقع الواحد اقتناء كل شيء وهذه تكون طريقة صعبة بالنسبة للفلاحين الصغار يحب ذا لو يقع التفكير في طريقة أخرى امتيازات وحوافز جديدة في القطاع الفلاحي تقدمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من شأنها أن تدفع بالاستثمار والحث على بعث المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق المزيد من مواطن الشغل القطاع الفلاحي كانت لا أصناف ولا وزوز أصناف السنفلول والثاني صغير ومتوسط تم دمجهم وبالتالي تم الترفيع في القيمة المشاريع الصغرى والتي ولدت حتى الـ 200 ألف دينا والمنحة التي كانت أما 20 إلى 25 ولدت 30% منحة الاستثمارات المباشرة والتي كانت 7% ولدت 15% لكن النقطة الهامة هي منحة تحسين الانتاجية والتي هامة خاصة القطاع الفلاحي والتي ولدت 50% إذا كان صنف باء و55% إذا كانوا صنف أ وإذا كان شركة تعاونية هذه كلمهنية بصفة عامة نجم توصل حتى الـ 60% ويبقى قطاع الفلاحة والصيد البحري في حاجة إلى الدعم ومزيد الحوافز ليشهد تطوراً على مستوى الانتاج والانتاجية مراجنا زيتونة بمنطقة الصعفات بمعتمدية سيد علوان من ولاية المهدية شملت فعالياته عدة فقرات تنشيطية بين الموسيقى الفولكلورية وعروض الفروسية بحضور وفد سياحي للتعرف على أبرز مراحل لانتاج زيت الزيتون عروض تنشيطية روحت بين لوحات الفروسية وإقاعات الموسيقى الفولكلورية هي أبرز فقرات الاحتفال بعيد الزيتون الذي ينتظم بمنطقة الصعفات معتمدية سيد علوان من ولاية المهدية سنيع عنا موسم استثنائي في معتمدية سيد علوان عنا تقريبا معتمدية تتميز بقطاع الزيتون اللي هو قطاع ريادي فيه 600 ألف أصل زيتون قلنا موسم استثنائي وصابة استثنائية ما فههة بس باش ندخلوا بهجة على أهالي المنطقة وعلى أننا نحاول نحركوا شوية ما أننا على الأقل هالقطاع عضاي أثر على الحياة الاقتصادية حياة الاجتماعية حياة الفلاحين بشكل قريب وشكل معناها دائم كما شهدت هذه التظاهر زيارة وابدن سياحي إلى إحدى الضياعات الفلاحية لمواكبة جني الزيتون ثم التوجه إلى معصرة بيولوجية للتعرف على أنواع الزيت خصوصية الزيت أنه البيولوجي ما يتمش عليه حتى إجراء بدواء مع الفلاح والرقبوه باش ننجو زيت بيولوجي والرقبوه في الزبيرة والرقبوه في الحارث والرقبوه في كل شيء أزور تونس للمرة الرابعة عشر وأنا سعيدة بوجودي هنا تعرفت اليوم على نوعية زيت الزيتون فهي جيدة ولذيذة وسعره مناسب مقارنة بسعره في ألمانيا تونس بلد جميل لم أجد سوى حسن المعاملة من الأهالي فأنا أزور تونس للمرة العشرين زيت الزيتون هنا له طعم جيد بمختلف نوعه المأكلات والصناعة التقليدية كانت حاضرة في هذا المهرجان الذي يبدو أنه لقى استحسان المشاركين أنا حالة في الصناعة التقليدية البرنوس والقشابية والبطنية والمنشف والشاملة والكدرون والحراء وما أدرك سعادنا في الوقت هذا قاطر المنتوجنا يتعدى طوال في وقت البرد نحبوه ونحن يوصلنا دائما الاحتفال بعيد الزيتون بمعتمدية سيدي علوان مثل مناسبة هاما للأهالي والزائرين لإحياء تقاليد وفلاحة هذه الجهة على أمل أن تتواصل هذه التظاهرة في قادم السنوات إلى تطوين الآن وعلى مدى يومين ورشات تفاعلية ومدخلات علمية ضمن الملتقى التكويني لمندوبي حماية الطفولة حول آليات القانون الدولي لللاجئين وأطفالهم وحمايتهم القانون الدولي لللاجئين وحماية الأطفال اللاجئين في تونس ومتابعة مستجدات وضعية الأطفال الذين هم في حالات هشة مثلت أبرز محاور ملتقى تكوينية نظمه فرع الجنوب للمحد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفائدة مندوبي حماية الطفولة من مختلف جهة البلاد لدينا عائلات قد نتلنا من فين وحداش والعائلات هذه فيها أطفال وهم بطبيعة الحال يحتاجوا إلى تدخلات سواء كان الدولة كمسؤول مباشرة تدخلات من طرف الدولة وأيضا تدخل من طرف المنظمات الدولية والعراصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدخل الدولة عن طريق كوادر الوزارات لهم يحتاجوا إلى اطلاع واسع على القوانين الدولية وأيضا على كل التجريعات هذه تطوير قدرات وتنمية معارف ومكتسبات على مستوى النظري وعلى مستوى التطبيقي وعلى وضع آليات في نفس الوقت مجالة حماية الطفولة لا تميز بين الطفل التونسي والطفل غير التونسي على مدى يومين من الورشات التفاعلية والمداخلات العلمية تابع مندبو حماية الطفولة عروضا حول آليات القانون الدولي للاجئين وما جاء به لحماية الأطفال اللاجئين بالتناغم مع القوانين الوطنية المحلية فما برشا قوانين دونك لازم يكون أنت والإتفاقيات تكون متمكن منها باش تنجم تكون تدخلوا متاعك فعال ونجا مشينا للجانب الوقائي السبقي معناها للتعاهد بالوضعيات خصوصا عندما يتعاهد مندوب حماية الطفولة بالوضعية بصورة تلقائية في إطار العمل الميداني ويبقى بحسب هؤلاء المشاركين تحديد البرامج والممارسات الجيدة للأطفال اللاجئين والتفكير في إنشاء أليتنا لتحسين التعاون بين خدمات رعاية الطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبرز هداف هذا الملتقى التدريبية صعوبة النطق والتكلم عند الأطفال موضوع يوم تحسيسي بالمونستير نظمته جمعية صوت وكلمة لتوعية الأولياء بضرورة التقاسي مبكر للسمع منذ الولادة ومتابعة حالات أطفالهم أسوى بنت الأربع سنوات قامت بزرع قوقعة لأذن الصناعية منذ سنتين واليوم تشارك مع أمثال هلم الأطفال في اليوم التحسيسي ومتابعة حالة النطق الذي تنظمه جمعية صوت وكلمة بالمونستير هذا دور الجمعية أن نقوم بتقاسي مبكر للسمع منذ الولادة وثاني حاجة إذا كان فيما حالات تسحق نشوفه كيفاش نجمه نعينوها ونشوفه كيفاش نجمه نوعيها لكن مشكة عملية وما بعد العملية لأنه بعد العملية أهم بياسر لأنه فيها التنطيق فيها المتابعة كما توليون قاعدين نتابعوا في حالات أطفال التي استنفعوا بزراعة قوقع أنا هنا لأتابع تطور حالات الأطفال هل أصبحوا قادرين على النطق؟ وأن لم تتحسن حالاتهم أقوم بتوجيه الأولياء لمساعدة أبنائهم في المنزل إحدى عشر حالة مشاركة في اليوم التحسيسي وبعد زرع الأذن الاصطناعية عبر أوليائهم عن ارتياحهم للنتائج الجيدة التي غيرت من حياة أبنائهم الحمد لله يا ربي هو اللي وفقنا وانقضنا لبنية وكما تشوفوا لابريف تشوفوا فيها أنه بنتي الحمد لله وليت ناس مع صوتها وتكلمني وفقد باع عامين وثلاثة شهور بنتي وعملت المستحيل بشعملت العملية وحمد لله يا ربي التكنولوجيا الحديثة والكفاءة الطبية تصنع المعجزات لتحول حياة الأطفال من عالم الصورة والألوان إلى حياة تملأها الكلمات والأصوات في عالم الفن السابع الهوات والمحترفون شاركوا في الدورة الرابعة للمهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدنين بأكثر من عشرة عمال سينمائية تسرد تاريخ حضارات وتبحث في واقع المجتمعات عنوين مختلفة لأكثر من عشرة أفلام وثائقية شاركت في المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمية بالمركب الثقافي بمدنين في دورته الرابعة المسابقة الرسمية لهذه الدورة تشتمل على زوز أصناف في صنف الاحتراف والصنف الهوات عندنا ثمانية أفلام في صنف الاحتراف وخمس أفلام في صنف الهوات الجوائز هذه تنافس على الجوائز بعنوان وزارة الشؤون الثقافية عندنا عروض وحلقات تحسيسية بالاشتراك مع السجن المدني بحربوب بفعادتنا نزلت ونزلت السجن منتج هذه الأفلام الحاضرة في عرض أفلامها بالمركب الثقافي بمدنين أكدت أهمية هذا الشكل من الأفلام في محاكاة الواقع فيلم بسرى يتحدث عن حياة الروحة العامة وعن حياة الطفلة تعيش حياة الروحة هي محرومة من الدراسة ومن بعد الحقوق كما جميع الروحة في العالم بأسرها فيلم ثائقي تاريخي تحت عنوان سقر الصحراء يحكي سيرة مسيرة أحد شهداء وأبطال ثورة تحرير بالجزائر فيلم ممنوع الحب هو فيلم قصير في المسابقة بتاع الهوات فيلم يحكي على المرأة التي تخدم في مكان ما ينجمش أي واحد يخدمها معنا الخدمة ما حذر هذا المهرجان عدد من الممثلين الذين رأوا في هذه التظاهرة الثقافية تميز في تناول الفيلم الوثائقية سعيدين جدا بهذا التتويج أن ليبيا تكون ضيفة شرف وهذا ليس غريب على التونس أنها دائما تدعم في ليبيا بكل الجوانب الجميلة فيلم الوثائقي هو شهادة تاريخية بالأساس على واقع معين وعلى موضوع معين هو أهمه أنه يبحث في الحقائق الأشياء بعيد عن الفيكسيون فيلم الوثائقي هو تاريخ العالم أنت وين تعرف تاريخ الشعوب ولا تعرف معناتها تأخذ فكرة على أماكن يمكن بعيدة علينا وما نعرفوهاش شكولي النجم ينقل هلك هو الفيلم الوثائقي المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي بمدنين ومع كل نجاح دورة من دوراته فهو يؤسس لأن يكون للفيلم الوثائقي حظه وأن تصبح مدنين منارة ثقافية لهذا النوع من الأفلام التونسيون يحتفلون بالمولد النبوي الشريف وعدد من الجهات تحيي هذه الذكرى بسهرة للنشيد وذكر السيرة النبوية مهرجان الزيتون بالمهدية عروض تنشطية وفولكلورية وتأكيد على دور الزيتونة الهم اقتصادياً وثقافياً ودورة الرابعة للمهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدنين عنوين متعددة لشريطة سينمائية تحاكي الواقع كالعادة نذكركم بأنه بإمكانكم متعوات هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في أمان الله اشتركوا في القناة